استكملا الاسيناريو يجب للعباء اللي يجب يحمل الدكة يتقمص و... بيرسي تو كان موجود على الدكة في مباراة ميدياما دازل شط التانية وعمل نشاط كبير جدا، بالمناسبة هو السبب ده حقيقي مش معلق حقيقي، بيرسي تو مو جد بيرسي تو مو جد، فعلا لكن هو مش ده اللي خلل بيرسي تو برا القيام بيرسي تو كان موجود على الدكة النهاردة كمان زي ما كان موجود في مباراة المضايق لانه هو فعلا مو جد لأنه لعب 180 ديئة ونقطة طويل جداً ما لعبش 180 ديئة مع منتخب جنوب أفريقيا وفي فاصل ثلاثة أيام في بلدين مختلفين فبيرسي تاو ما بين قوسين رغم الموجب بقول أنا كويس القياسات الأهلي بعمل القياسات والمعد البدني هو اللي بيدي التقرير لكل ريقول له مين جاهز من نسبة 100% ومين أهل فهو إدى للراجل قال له لا بيرسي تاو مش جاهز أنه يلعب المباراة فتواجد على دكة البودلاء طيب بعد ما تواجد على دكة البودلاء المباراة اللي فاتت نزل الشوت الثاني ولعب فلاقيه بحوالي نصف ساعة تاو شايف هو أنا إزاي إنتوا شايفين أنا مجهد وإنا شايفين أنا كويس إنتوا شايفين أنا مجهد وعايزيني أتمرن بعد المباراة كولر دايماً بيعمل تدريبات للعب للعب الجزء من المباراة أو لم تشترك كتما جود على الدكة أو لم تشترك بيديهم بعض التدريبات بعد المباراة جزء بدني بسيط يعني فهو بيرسي تاو بيقول هو منين أنا إنتوا شايفين أنا مجهد وعلى أساس دا ما لعبتش المباراة بشكل أساسي ومع ذلك اشتركت لمدة نصف ساعة يعني المفروض دا هو دا أقصى الحملة اللي عندي وعايزيني أتمرن تاني ما بينكو سين ما عجبوش بس فالراجل خلال قرار مش موجود النهاردة بمفروض